سلم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لعب لهذا العام من اتحاد كتاب كرة القدم للمرة الثانية في تاريخه وفز الفرعون المصري بنسبة 48% من التصويت بعد تغلب على منافسيه لعب خط وسط مونشستر سيتي كيفن دي براون وديكلان رايس لعب ويست هام يونيتد صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي ويقدم صلاح موسما آخر لا ينسمع ليفربول حيث يتصدر هدافية الدور الإنجليزي بتسجيل 22 هدفا مع الصنع 13 قبل أربع مباريات عن نهاية منافسات البريمير ليك أنا متحمس للغاية ومتأكد من أن فريقي متحمس جدا لذلك قلت قبل المباراة أنني أرغب في مواجهة مدريد في النهائي أنا متأكد من أنها ستكون مباراة صعبة لقد تغلبوا على الكثير من الفرقية الجيدة لذلك نحتاج فقط إلى التركيز في المباراة أولا وقبل كل شيء لا يزال لدينا بعض المباراة في الدور الإنجليزي الممتاز علينا إنهاؤها بأفضل طريقة ممكنة وسنالا نعم سعيد جدا بهذا التتويج الثاني في مسيرة والفضل الكبير يعود إلى المدرب كلوب فمن الرائع العمل معه لقد طور الفريق بعدة طرق مختلفة ونأمل أن نقطع شوطا طويلا معه الثاني يجب أن تتوقف على سبيل الممتاز ولكن أعتقد أنه ممكن ترجمة نانسي قنقر